تشاجرت مع زوجها فما كان منها إلا أن أخذت طفلها صاحب الإعاقة لتلقيه في نهر مليء بالتماسيح هذه المرأة التي تدعى سافتيري وتبلغ من العمر 26 عاما أقدمت على ألقاء طفلها ذي الست سنوات والذي يعاني من الإعاقة في نهر معروف بكثرة التماسيح بمنطقة أوتارا كنادا في الهند وذلك بعد شجار مع زوجها حول ابنهما بحسب ما نقل موقع The Time of India الشرطة وصلت إلى مكان الحادث الذي وقع مساء السبت الماضي بعد بلاغ من سكان المنطقة وبمساعدة السكان المحليين والغواصين بدأت عملية البحث وبحلول صباح الأحد تمكنوا من العثور على جثة الطفل حيث ظهرت عليها علامات عض في جميع أنحاء الجسم إضافة إلى يد مفقودة ما يشير بقوة إلى أن الطفل وقع ضحية لهجوم تمساح فيما تم القبض على الزوجين بانتظار نتائج تشريح الجثة وباقي التحقيقات ترجمة نانسي قنقر